فيه ناس اوكي على كل حاجة تمام على كل حاجة بوافق على كل حاجة بزعم مني او بتفكير مني ان النوع ده من التربية هيخلق جوه لطيف بني وبينه فكل حاجة براحتك كل حاجة براحتك احدث الدراسات قالت ان نقول لأ ولا نقول آ ولا نقول براحتك كلمة الآ على طول او اني انا بلبي رغبات ابني او بنتي طول الوقت بيطلعوا غير مسؤول وبيطلعوا مش عير في الصح من الغلط كلمة لأ اللي طول الوقت او على معظم رغباته او طلباته بتخلق نوع مني اما عنيد معايا او منقاض من الاخرين كلمة براحتك 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 طول الوقت بتخلق نوع من عدم الامان يعني البني ادم يطلع ناشئ لا يشعر بالامان لا يشعر بانه فيه سابورت وراه لا انت اعمل الصح نعمل كذا وكذا وكذا لا انا مش براحتي ومش مطلوب اعيش براحتي انا مطلوب اطلع شخص ناضج الناضج الشخص الناضج بتبقى ميكس ما بين اه ولأ وبرحتك ده يطلع شخص ناضج متزن المتزن ده هيبقى متزن في دراسته هيبقى متزن في حياته الاجتماعية هيبقى متزن في سلوكه هيبقى متزن في علاقاته علاقاته اللي بنشوف فيها دلوقت لغباط رهيبقاوي اشتركوا في القناة